إلى آخر الأخبار الخاصة بالأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على اتنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبي الهجرة غير الشرعية للخير مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه ده للفرض الوحد ومن خلال تزوير واصطناع محررات عرفية ورسمية بتستخدم في عمليات الهجرة غير الشرعية التحريات قالت أنه في شخصين من دميات بيمارسوا هذا النشاط الإجرامي الواسع النطاق في مجال تزوير كل الأوراق بكافة الصغر وبتستخدمها بزعم توظيف راغبي الهجرة غير الشرعية على البواخر التجارية ده اللي بيقولوه للجهات يعني اللي بيحاولوا أنه هم ياخدوا منها الورق ده بشكل غير رسمي وسفن الشحن كمان يعني أنه هم يعينوا الناس دي على البواخر وعلى سفن الشحن وبالتالي هم محتاجين هذه الأوراق الخاصة بحياتهم وبظروفهم مقابل مبالغ مالية وتم طبعا تفتيش منزل الشخص الأول وتم ضبط 29 شهادة منسوب صدرها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة مزورة وكمية كبيرة من الأوراق بلغات أجنبية وبأختام لشعار الدولة المقلد طبعا وأجهزة الحاسب ومعدات التزوير نشوف تقرير الدخلية عن هذه العملية الهامة اللي بتصب في مصلحة المواطن وخاصة الشباب اللي بيروحوا وراء أحلمهم بدون النظر على تجارب سابقة كانت نهايتها الموت غالبا وبنسبة كبيرة خلينا انتباه هذا التقرير بعد القضاء على الأساليب التقليدية للهجرة غير الشرعية التي كانت تتم عبر الضروب الصحراوية الوعرة وعلى متن مراكب الصيد المتهالكة لجأ سماسرة الهجرة غير الشرعية إلى وسائل وأساليب جديدة لإتمام هذه العملية متخذين من أدوات ووسائل التكنولوجيا الحديثة سبيلا لذلك من خلال تزوير المحرارات الرسمية بكافة سورها ومنها جوازات السفر البحرية وتعين أصحابها على العائمات وسخن الشحن وبما يمكنهم من الهروب للدول الأوروبية هذه الأساليب رصدتها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخادرات والجريمة المنظمة وتمكنت وفي واحدة من الضربات الأمنية الكبرى الموجهة للقائمين على هذه الأساليب وبعد تحريات وتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومدرات أمن ضمياط تمكنت من ضبط تاجر اشترك مع آخر تم ضبطه أيضا في تزوير المحرارات الرسمية والعرفية ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية وبما يمكن مستخدم هذه المحرارات من العمل على البواخر التجارية وسفن الشحن وعن طريقها يتم الهروب إلى الدول الأوروبية ومقابل ذلك يحصلان على مئة إلى مئة وعشرين ألف جنيه من كل شخص وبتفتيش مسكني المقبود عليهما والمستخدمين وقرا لهذا النشاط الإجرامي عسر على كمية كبيرة من الأوراق والمستندات ومنها باللغات الأجنبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد كما تم ضبط أكثر من مئة وسبعين خاتما مقلدا منسوبا للعديد من الجهات الحكومية والبنوك والوكالات الملاحية وأختام سفر ووصول العديد من الموانئ المصرية والأوروبية وعشر طابعات ليزر ومكينة تغليف ومئة وتسعين كرنيها معدل الطبع وعدد من جوازات السفر عادي وبحري مزور ومجموعة من كشوف الحسابات البنكية مزورة أيضا إضافة إلى مستندات وشهادات أخرى مزورة منسوبة للعديد من المنظمات والهيئات إضافة إلى مبالغ مالية لتؤكد هذه الضربة من جديد يقزت الأجهزة الأمنية وتصديها لكافة الوسائل المستخدمة في عمليات الهجرة غير الشرعية وإحباطها على الفور